اشتركوا في القناة اول حاجة نقدر نقول من بشاير تغير السياسات المصرفية هو انه مثلا اصدار الاستاذ حسن عبدالله القائم باعمال محافظة البنك المركزي قرار بتغيير بقى الحد الادنى للسحب الخمسين الف جنيه للناس وكانتش تقدر تسحب وتودع الا ببالغ محددة اولا ده ممكن احنا نفهمه انه انفراجة في التعاملات البنكية موظفين البنوك يرتاحوا شوية لكن هل لي معنى اقتصادي اخر وعلي معنى اقتصادي طبعا الفكرة كلها ان احنا ساعة ازمة كوفيد 19 كان الفكرة كلها ان فيه حالة من الضغوط الفكرة قللنا المسحوبات النقدية عشان الناس تبتدي تتوجه للتعامل غير النقد وكان ده اجراء احتراضي قام بيه البنك المركزي المصري ومع انخفاض تعدهادعيات الازمة بشكل تدريجي ابتدى خلاص مش لازم يبقى فيه ضغط على المسحوبات احنا بدل كنا خمسين الف نخليها مية وخمسين الف لان ما قبل ذلك كان بيتم بشكل استثنائي فعشان نقلل حجم الاستثنائيات اللي بتتم للعملة فخلاص احنا نخليها مية وخمسين الف والواضح كمان ان احنا مش فتحناها قوي لا هي مية وخمسين الف الجميل اكتر في الموضوع ان هو فتح حجم الادعات على مكانيات الصراف الالي لانك طبعا كان اي حد بيروح يودع جوا مكانيات الصراف الالي كان مكسمم الليمت بتاعه عشرين الف دلوقتي بقى المبلغ مفتوح وده في ميزة كبيرة جدا الميزة كبيرة ان اي عميل بيتعامل مع القطاع المصرفي معاكاش هو كان ممكن يكون عنده شوية قلق طب انا احط الفلوس هجاسحب خمسين الف لا يا سيدي معاك لغاية مية وخمسين الف ففتحت لك الروم شوي ده بفضل ان الازمة تبتدت ايه تقل شوية تدعيات بتاعة كورونا بالطبع ان احنا دلوقتي فيه مشكلة بتقابل بعض المتعاملين انا لو جيت اودعتي شيك مثلا بمبلغ مية الف فبالتالي انا ما هجي اسحب منه اسحب خمسين والخمسين التانية تحطه في حسابي وابتدي اسحبهم لا خلاص ابتدت تقدر تاخد لغاية مية وخمسين طيب على الجانب الاخر حجم الادعات احنا لو بصنا مثلا لو ده على القطاع المصرفي بنتكلم في حوالي 7 تريليون عندنا فيه جزء اللي هو ما يتعلق بالقطاع الخاص القطاع الاعمال الخاص بنتكلم في حوالي 950 مليون انا شايف ان ده هيفتح اكتر حجم ادعاتهم تزيد من خلال مكينات الصراف الالي لان فيه بعض المعاملات بتتم مش لازم تتم طول اليوم بتتم مثلا بشكل مسائي والبنك مش فاتح معاك فبالتالي عندك مكينات الصراف الالي تقدر تروح تقوط فيها حتى تخفيف عائد على الابطال بتوقع القطاع المصرفي القطاع المصرفي طبعا هم فعلا تقروا تعبوا قوي الفترة اللي فاتت نعم احنا كمان الفكرة كلها احنا القطاع المصرفي الفترة اللي فاتت شهد مجموعة من الامور والتغيرات اللي كانت بتؤثر على العاملين بشكل كبير الى جانب طبعا عمليات تحول الرقمي كانت بتساعد الا ان انا دلوقتي خلاص انا مش لازم انت حضرتك كعميل تروح تقف وتعد فلوسك قدام الصراف وتاخد الوقت الطايم الكبير ده لا انت هتوقف مع الماكنة وتتعامل معاه وتقبل الفلوس وهتدخل في حسابك بشكل مباشر وبالتالي ده هخليك تقدر برضو ما تتوجهش للبنك أول دا طايم عندك مساحة من الوقت طول اليوم تقدر تتعامل مع البنك هو عموما في كل الحالات التعامل الالكتروني او التعامل البنك بيخفف يزود القدر هنشجع كمان العملة ان هما يبتدوا بشكل اخر خلاص انا هبتدي بقى كده البنك ابتدى يستقبل مني لأ عملة تانية نكتزب عملة تانية نبتدي نزود في شرايح الشمول المال احنا بنتكلم 56 في المية نبتدي نزود النسبة اكتر الناس تبتدي تحاول تتوجه للبنوك تفتح حساباتها وتبتدي تعمل الادعات بعد كده من خلال ما كانت الصراف الالي هيبقى اسهل بكتير حلوة او انا نفسي اسأل السؤال اللي يخص اه طبعا احنا فاهمين ان اللوجستيات كانت مزعجة فعشان كده ده مهم هل في ايجابيات مثلا على الشركات الصغيرة فكرة الحد الاقصى والحد الادنى للادعات ممكن يأثر على الحركة اليومية للشركات دي طبعا لان الشركات الصغيرة ومتوسطة بطبعتها هي المعاملات بتاعتها مش كبيرة مش كلها بتتم بشكل الكتروني لان احنا زي ما قلنا الشمول المالي احنا بنتكلم 56 في المية ووصلناش لـ 80 و90 في المية اه كنا 33 بقى 56 فبالتالي في جزء تاني برا المنظومة فالجزء اللي برا المنظومة دوت بيتعامل بشكل كاش فمحتاج يبقى فيه سيولة فانا دلوقتي مع الشركات الصغيرة المتوسطة اللي هي الحاجات الزغيرة ده هتقدر انها تقدر تتعامل بقى البنوك تقدر تسحب منها المبلغ اللي هو المية وخمسين الف مش هيكون مبلغ ولاية الخالص لان احنا تريبل الرقم احنا كنا 50 بقى هنا 150 فبالتالي ده هيخليهم يقدروا يتوفر لهم سيولة بشكل كبير وفي وقت مش كبير خالص بالنسبة لها طيب عندي سؤال وده سؤال 90% من الناس سعر الدولار ممكن يتأثر بقرارات معينة من البنك المركزي المصري او المتوقع في الفترة اللي جاء طبعا احنا البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية كان بيحاول يحافظ على سعر العملة يعني عدم تخفاض الجنيه المصري امام الدولار طبعا مع الازمة اللي حصلت طبعا انت معوم الجنيه من 2016 فبالتالي انت سيبه للعرض والطلب احنا دلوقتي العالم كله في ازمة واحنا بنوفر اغلب احتياجاتنا بالدولار واحنا دلوقتي عندنا احتياطي اه نتكلم في 33 مليار بس احنا عندنا ضغوط على استراض العديد من السلع عشان نوفر الاحتياجات والسلع الأساسية والاستراتيجية فبالتالي ده ممكن يضغط بشكل كبير على الدولار ممكن يتحرك سعر الدولار برضو وفقا لقاليات العرض والطلب وفقا للاحتياجات اللي احنا بنحتاج نوفرها للمواطن لان برضو احنا عندنا فيه دعم كبير بمقدم من الدولة فخلال العديد من السلع عندنا ما زلنا لسه فيه طبعا شايفين القمح والخبز كل دوات جوا دعم لسه البترول برضو مش كله محرر سعره لسه كل ده دعم فبالتالي انت فيه ضغوط عندك على الدولار مع الازمة اللي احنا مش يعني ازمة الحرب الحالية اللي هي كان بشكل اساسي اثرت على ازمة امن غزائي تحديدا وزيادة في اسعار الطاقة فبالتالي انا عندي ضغوط الضغوط دي مع الوقت في الفترة اللي هنقول المتوسطة الاجل وارد جدا انها تأثر على سعر الدولار ممكن يرتفع بس مش بالنسبة الكبيرة زي ما نسل يعني بتقول 30 انا سمعت ارقام غريبة وانهم لا مش هنوصل للرقم ده خالص و25 بالسرعة لا مش هنوصل بالسرعة دي وارد انه يرتفع بس هيكون بشكل تدريجي حسب الواردات بتاعتي واستدرات في نفس التوقيت اذا اذا الدولة بتشتغل اتعالجات باستثمارات وده اللي بيحصل حاليا خطط حالية ابدا السؤالي بقى الغد هل في خطط حالية ممكن نقول مثلا نهتم بالسياحة ونعمل خطة ربع سنوية بتاعت الربع الاخير من السنة فنحس احنا بفرق وامتعاشة يعني ايه الحاجات اللي بسرعة تنعكس على سعر الدولار وبتالي تقلل الضغط ده من سرعة بسرعة من دمن الامور اللي بتحصل في الدولة ان هي بتكتزي باستثمارات مباشرة داخل الدولة عشان تبتدي تجيب دولار عندنا كان فيه اتفاقات بتحصل مع السنديك السيادية عندنا الامارات والسعودية كان فيه اتفاقات معها عشان تبتيجي تشتغل عندك عندنا فيه احد البنوك المصرف المتحد يبتدى يبقى فيه اتفاق على ان هو يتباع عشان برضو في نفس الوقت يبقى فيه موارد اخرى تدخل جوه الدولة بالدولار الامريكي عشان نبتدي نوفر ونبتدي نشتغل بلس موضوع السياحة موضوع السياحة هو يعني من الامور اللي الدولة بتسعى جاهدة خلال الفترة الماضية ان هي تبتدي تكتزي بشرايح من اماكن تانية لان احنا كان عندنا اغلب السياحة اللي بتجينا من روسيا وفيه برضو من اوكرانيا وفيه من دول اخرى فبالتالي احنا محتاجين يبقى فيه تسويق اكتر الموضوع السياحة لان احنا السياحة تحديدا يعني انا شايف ان هي من القطاعات اللي هي لوحدها كده شغالة هتجيب لك موارد بسرعة بسرعة شغالة بس لو اشتغلت اكتر بس عايزة نبقى بقى ايه يبقى فيه اللي انا شايفه ان احنا محتاجين يبقى فيه بقى تسويق او توسيع القاعدة بتاعة السياح بتاعته بتدي ازود الشرايح مبقاش اه هو السياحة تحديدا بتجيلك من كذا دولة شفناها هي نموذج جذب من العديد من الدول طب ليه احنا عندنا سياحة من كل عندنا سياحة اسوار عندنا سياحة دينية عديد فبالتالي احنا ما هنشتغل على ملف ده اكتر في الفترة اللي جاية هنبتدي نكتذب موارد دولارية اكتر واستثمارات اكتر وكمان عندنا الاستثمار في القطاع الرياضي الاستثمارات الرياضية بتاعت تشتغل والدولة بتاعت تحتم بالملف دوت بشكل كبير وكان اخرها فيه احد الشركات او الاندية بتدت تدخل في البورصة الى جانب برضو في نقطة مهمة يعني ديني الحاجات سريعة العائد الحاجات بتقصد سريعة العائد برضو ملف البورصة ده من الملفات اللي محتاج تنشيط بسرعة وهيكتذب اكتر يعني هنقول موارد دولارية اكتر لان طبعا في ضوء ان الدولار دلوقتي بنتكلم في حوالي 19 كان الاول ب15 فبالتالي المستثمر لم يجي دخ هيشتري اسهم اكتر لو قلنا السهم كان بجنيه انت بتجيب الاول 15 هتجيب دلوقتي 19 هايشجع المستثمر اللي بشكل اكتر واحنا حتى يعني مجلس ادارة البورصة تم تغييره تم تغييره والنهار تم الاعلان عن اعضاء جدد بنبارك لهم كلهم ويعني وجوه مشارفة وفيهم وجوه نسائية مهمة جدا يعني احنا متشرفين بيهم من ضمن الحاجات انا اللي بحب قوي اقعد مع دكتور احمد شاوي لانه بيبسط الحاجات اللي احنا حسنا معقدة مش فهمها اشكرك قولك بقى حاجة انا طول الوقت مش فهمها انه لما نتكلم عن سحب البنك المركزي لسيولة نقضية من البنوك يا خبر ايه الحق دي كرسة احنا بنقرأ انه للمرة التانية على التوالي البنك المركزي بيسحب 100 مليار من فقد السيولة لدى البنوك العاملة ترجمة الجملة دي ايه للناس بتقول ان دي حاجة خطر وتخوف لا مش حاجة خطر ولا حاجة هو الفكرة كلها ان طبيعة القطاع المصرفي بيبقى في حاجة اسمها احتياطيات انت عندك في فقد سيولة فبالتالي انت بتاخده مش بتحطه في الاحتياطيات لانت بتاخده بتستثمره في جزء آخر وبالتالي هي الفكرة كلها طبيعة عمل البنك ما بيبقاش قام على القروض وبس لا ده فيه جزء يعني لو بصنا للأصول بتاعة القطاع المصرفي عندنا هي بنتكلم في حوالي كم تسعة تريليون في تلتمية وخمسين تلاتة تريليون وخمسمية كروض وزيهم بالزبط استثمرات تلاتة تريليون وستمية فبالتالي احنا المبالغ دي بتتسحب بتبتدي تستثمر في أماكن أخرى وبالتالي ده هيولد إرادات أخرى عشان نبتدي أدي الموديعين للعوائد بتاعتهم بالشكل المطلوب عشان برضو هو البنك المركزي بطبيعته أو شغلته الأساسية هو بيضمن للموديعين أنه ياخد العوائد بتاعتهم وبيحافظ لهم على ودايعهم في أمان بالزبط فهي شكل من أشكال الاستثمار ده من دمن الأمور اللي لازم برضو نطمن الناس هو بيسحب الفقد ليهم هو مش هياخده يحطه في حاجة هو هياخده يشغله لأنه أنت أصلاً دي فلوس موديعين هو بيحافظ عليهم وبيضمن سلامتها وبيضمن توزيع العوائد لها فدي مش حاجة تقلق فالس دكتور أحمد بصفتك خبير اقتصادي أنا بحيث كده أن محللين الاقتصاد طول الوقت بيتراحوا حلول اقتصادية مهمة جداً جيدة جداً إيه الحاجات اللي تتمنى تقول أنه السياسات المصرفية تتغير فيها القرارات الاقتصادية تبقى أكثر مرونة فيها خصوصاً وملف الاقتصاد من أهم الملفات المطروحة حالياً في الحوار الوطني فبالتأكيد رأي المتخصصين ممكن يكون فاعل جداً ومهم أنا فيه بس هو بوينت مهمة قوي اللي يمكن أنا نوهت لها أن إحنا ملف الشمول المدين نتكلم تقريباً في 56% إحنا من 2017 كنا نتكلم 33% إحنا دلوقتي في آخر 2021 56% آه نسبة مش قليلة بس يعني أنا أرى أن ده محتاج أن النسبة تكبر أكتر 56% ده ليل من وجهة نظري يعني بنتكلم في نص منهم حق التعامل مع القطاع المصرفي اللي هم فوق 16 سنة طب ده لما يزيد هيحقق لي حاجات كتير قوي نوصل لحوالي 70% مثلاً أولاً أولاً أنا قللت بيروقراطية نمرة واحد نمرة اثنين أنا استجذبت كل الشرايح اللي موجودة تتعامل معي قضيت على الاقتصاد الموازي بشكل مباشر كده خلاص ما بقاش في اقتصاد موازي نمرة ثلاثة أنا كل ما بزود 10% في المدفوعات غير النقدية أنا بوفر فرص عمل ما يقلش عن 200 ألف فرص عمل بشكل سنوي فعلاً أنا طبيعي معه مش أن أنا بقلل الاحتياج لا المفهوم غلط المفهوم غلط أنا ما اشتغل إلكتروني مين اللي بيشتغل اللي بيشغل السيستمز ديت مين اللي بيخدم عليها هي اتغيرت طبيعة المهن الطبيعة اتغيرت الطبيعة اتغيرت هي الناس كتير أقول لك إما بجأتحول لشكل ديجيتال أنا بقضي على الوظائف لا هي الوظائف لو ما اتطورتش لو الهيوم ما اتطورش ناسه هو هينتهي إنما أنا ما بعمل أبليكيشن كم واحد بيشتغل وراه بتاع الكنترول وبتاع المتابعة وبتاع التنفيذ وبتاع المنتيننس للعملية وبتاع الدعم الفني كل دولة ما هو كل دول شغلين ولا الأبليكيشن والأبليكيشن هو وسيلة بتسهل العملية إلى جانب طبعا اللي بيدعم الشمول مالي التحول الرقمي كل ده لما هشتغل عليه الجزئين دولة في القطاع المصرفي أنا شايف إنه دول محتاجين يزيدوا أكتر ملف مهم جدا من الملفات الهامة اللي محتاجة يبقى فيها يعني شغل كتير لأن احنا شفنا مثلا أحد البنوك المصرفية يبدأ يقدم قروض ديجيتال طب ده الحجم القروض اللي اتقدمت أول ما تنزل الأبليكيشن لأ مبلغ كبير تجوز المليارات إحنا بنتكلم دلوقتي كل ما هزود تعاملات بشكل ديجيتال أو شكل إلكتروني هتزود فرص عمل هتقلل من بطالة بشكل مباشر طبعا مع فرص العمل إلى جانب إن أنا بزود في الناتج المحلي الإجمالي وبقضي على الاقتصاد الموازي بالتأكيد أنا بشكرك يا دكتور إذن يعني فعلا فكرة الشمول مالي دي حاجة من القضايا اللي محتاجين نركز فيها ونهتم بها مرة تانية بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد شوي الخبيل الاقتصادي شرفتنا دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة أشوفكم إن شاء الله على كل خير